موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الحياة السهل مع حياة نتمنى الله يلقىكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واتم الصحة والعافية قبل من بدأوا الفيديو دينا شكرا جزيلا للدعم ديلكم وكذلك للتجاع ديلكم والتعليقات الاكتر من رائعة اللي تنقلها لكم دائما واسفة صراحة تنتأسف على التقصير في عدم نشر الفيديوهات ولكن عندي دروف خاصة نتمنى انكم تعذروني عليها على ما ادون انكم عرفتوا الفكرة دياليوم من الصور هي تكاتر الكرافص عن طريق بقايا حزمة الكرافص او بقايا اللي تنتخلصوا منها في النفايات نحاول نكاترها ونحصلوا على شجرات الكرافص او لا نبتة الكرافص انطلاقا من النفايات اللي تنتخلصوا منها وبدون بودور تنأكد عليها بدون بودور لان الاغلبية تتشك عدم توفره على البودور فلهذا كيفما تلاحظوا انها طريقة ناجحة وسهلة وفي امكان اي واحد يعملها نحتاج لها واحد الحزمة او ربطة الكرافص اللي تنشروها منسوق نحاول نقطع قاعدة نبات من الاسفل على بعد خمس سنتيمترات تقريبا ونحتفظوا بالاوراق والاغصان في التلاجة الى حين الحاجة لتحضير الشربة الحريرة او لف الصباطات حسب الرغبة وجارة العادة اننا نتخلصوا من هذا الجزء في النفايات هاد المرة ان شاء الله سنستغلوا احسن استغلال نحاولوا اعادة غرسه للحصول على نبتة الكرافص في البيت خالية من المواد الكيموية صحية وميندينة كما تلاحظوا انها لا تتوفر على جذور سنحتاجوا 1 كوب قرورة كمية من الماء شريطة ان الماء يلامس الجزء المقطوع تقريبا سنتيم او لجوش سنتيم نحاولوا ما امكن اننا ما نوصلوش للماء اكتر من هاد المسافة سنتيم او لجوش سنتيم كما يتعفن الغرسه كما تلاحظوا النتيجة اللي حصلنا عليها بعد يومين بعد ثلاث ايام حاولت نصور لكم بالتدريج كل يوم سنصور لكم صورة يوم عن يوم يزداد النمو النبات وضعته بجانب النافذة مكان مضيء نضعه في واحد المكان اللي يكون مضيء ولكن بعيد عن الشمس المباشرة كيفما تلاحظوا كمية الجذور اللي حصلنا عليها وهذه النتيجة كيفما تلاحظوا بعد عشرة ايام نتيجة رائعة وحتى مدة قصيرة تنحصلوا على شتلات من الكرافس عكس التكاثر بالبودور اللي يأخذ لنا مدة طويلة تقريبا ما بين 6 حتى 8 أسابيع للحصول على الشتلات اي ما بين شهر ونصد حتى الشهرين هنا في مدة عشرة ايام مدة وجيزة تنحصلوا على هذه النتيجة ممكن نحتافظ بهم بهذا الشكل في الماء نحن نغير الماء تقريبا كل 3 احتى 4 ايام نغير الماء وكل ما يحتاجين نقطع الجزء العلوي وهو غير موم بشكل تدريجي وممكن نغرسهم في التربة هنا هذا قشور البيض المجفف والمطحون تنوضع كتسميد كسماد للتربة هنا نحن نغرسهم في أصيص من الأفضل أننا نقلهم للتربة إذا كانت لدينا الإمكانية بشرط أننا نكونوا نتوفر على واحد الوعاء اللي يكون فيه تقوب من أسفل أي جيد الصريف ونخلط من تربة الحديقة جزء من الرمل وكذلك سماد عضوي أي روط الحيوانات اللي تكون مرة تالي كتر من سنة أي الغبار أو المازيغ هنا أضفت كمية من قشور البيض المجفف الذي ذكرت لكم من قبل وكمية من بقايا القهوة أو البنة حتى هي مجففة في الشمس ومعقمة كذلك بالشمس وتنحاول نخدم التربة مزيان ونقل الشكلة إلا تلاحظوا أنني في التعليق تنحاول ما أمكن أن نبسط الدارجة المغربية وتندخل فيها بعض الكلمات اللغة العربية لأنهم تجيوني تعليقات يعني القناة من دول أخرى عربية لتعابع لهم يفهموا الدارجة المغربية هنا تنشكل حفر وانتمنى تكون الفيديو يكون مبسط ومفهوم لكل تقريبا كيفما قلت تنشكل حفر بعمق تقريبا 5 حتى 10 سنتيم تلاحظوا كمية الجذور التي حصلنا عليها ونموشة ثلاثة رائعة حاولوا تستمتعوا بهذا النعمة التي أعطاها الناس وتجربوا وتجربوا وأعجبكم الحال لأنهم لا يستحق مرة أخرى لا تعودوا شعور لا يصفوا شعور رائع بخطوص إذا كانوا عندكم الولادات حاولوا تشاركوهم في هذه التجربة حتى يأخذوا شيئا ويعرفوا أهمية الزراعة والمنتوجات التي تتوصلوا لبيتنا كيف تكون هنا نقطة مهمة هو أننا نضع الشتلت في وسط الطربة كما قلت من قبل في الفيديو السابق ضروري أن نضغطوا بشكل كبير لكي لا يتصرب الهواء أو الجذور لأنها ستسبب لنا في التعفن النبتة ضروري أن نضغطوا بهذا الشكل من الجوانب نضغطوا للطربة ما أمكن ونسقوهم ونضعوا الأصيص أو لا الوعاء في واحد المكان ليكون تحت أشيعة الشمس أي أشيعة الشمس المباشرة ونسقوهم كلما جف في سطح الطربة نحاولوا في هذه الأيام الأولى نسقوهم باستمرار حتى يظهر لنا تأقلهم تأقلمهم مع الجو الجديد هنا تتلاحظون أن نوضع رؤوس ذي للثوم وإن شاء الله نتكرر لكم لماذا تنغرس الثوم في المستقبل ستعرفوها في الفيديو المقبل وإن شاء الله نتكرر لكم أهمية الثوم مع الغرس نتمنى من كور قلبي كون أعجبكم الفيديو تكونوا استفتوا منه ولا بمعلومة أبسيطة وما تبخلوش عليا برفعو الأكبر عدد من لايكات وكذلك بالبردج في مواقع التواصل اللي تعمل الفائدة إذا شفتوا منه استفادة لأن اللايكات هي وسيلة التواصل بيني وبينكم لكي نعرف ماذا الإعجاب لكم الفيديو ونوعية الفيديوهات اللي ممكن أن نعرض في القناة وبنسبة للناس لأول مرة يزوروا القناة